أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء مكملين اليوم إن شاء الله في يونيت 7 اللي هو كان عنوانه Living History واليوم إن شاء الله بإذن الله في عنا قطعة في صفحة 56 عنوانها إفريديا هوفمن هيا هادي الست أركولوجيست اللي هي عالمة آثار أند رايتر وكاتبة إفريديا هوفمن was born in Germany هادي الست اللي هي اسمها إفريديا هوفمن ولدت في ألمانيا but she has lived most of her life abroad لكن معظم حياتها عاشت وفي الخارج she has a passion في عندها شغف for history للتاريخ and ancient civilizations والحضارات القديمة her greatest love is Africa طبعا أكتر حاجة كانت بتحبها هي أفريقيا and she has written several books about ancient Egypt وكتبت العديد من الكتب عن مصر القديمة طبعا هنا في حوار ناس بيسألوا إفريديا إفريديا you have traveled a lot in your lifetime يا سيدة إفريديا لقد سافرت الكثير في حياتك which countries have you been to ما هي الدول التي ذهبت إليها well حسنا I have been to a lot of countries لقد ذهبت إلى العديد من الدول in Africa في أفريقيا and Asia وآسيا بطا I have never been to South America لكن المكان الوحيد اللي أنا ما رحتش إله اللي هو جنوب أمريكا when did you first go abroad متى في البداية أنت ذهبت للخارج when I was six عندما كنت في السادسة my father I moved to England انتقل إلى انجلترا الآن في عندنا سؤال ما ترك فاضي هنا وفي جواب فبدنا نعب بهذا السؤال السؤال بقول why did you move there لماذا انتقلتي هناك why did you move there ليش لأنه الجواب بيقول because my father لأن أبي good job as professor يعني حصل على وظيفة professor of history في التاريخ at Cambridge University في جامعة كمبرج وهذه جامعة عريقة جدا وأبوها يعني يكون وصل لدرجة professor في التاريخ يعني ما وصلش زي ما بقوله بالسهل الآن في عندنا برضو سؤال تاني السؤال إيش بقول have you always been interested in archaeology have you always been interested in archaeology هل أنت كنت دوما آآ يعني شغوفة جدا في قصة اللي هو علم الآثار yes I have نعم ونيوستن عندما كنت في العاشرة there was an exhibition طبعا حرف الاش هنا ساكن معناها معرض exhibition of توت عنخ أمون طبعا كلكوا عارفين إنه توت عنخ أمون هاتف الحضارات المصرية القديمة the Egyptian king الملك المصري in London my father took me to see it بأخذني لك آراه and I was fascinated fascinated لعما راحت وشافت التمثال هادا توت عنخ أمون سحرت به after that I knew أنا عرفت that I wanted to go إيجب أنا عايزة أروح مصر and be an archaeologist وأصبح عالمة الآثار لاحظوا إنه كلمة archaeology archaeology علم الآثار أما archaeologist اشتقناها منها معناها عالمة إيش الآثار طبعا في عنا في رقم خمسة برضو سؤال إيش بقول رقم خمسة how many times have you been to إيجب بمعنى أكم من مرة ذهبتي إلى مصر how many times have you been to إيجب 20 times 20 مرة أتليس على الأقل I go as often as I can يعني أنا بأذهب قدر الإمكان يعني عندها شخص كل ما يكون فرصة وتروح بدها تروح مصر الآن ننتقل إلى السؤال السادس بقول have you ever discovered anything have you ever discovered anything هل اكتشفتي أي شيء قالت yes I have made some very important discoveries لقد عملت الكثير من الاكتشافات الهامة I was the leader لقد كنت القائدة of a team لفريق that discovered الذي اكتشف some ancient terms طبعا اكتشفنا بعض المعابد القديمة نير كايرو بالقرب من القاهرة you have written books about Egypt haven't you لقد كتبت العديد من الكتب عن مصر أليس كذلك؟ السؤال السابع سيكون how many books have you written how many books have you written أم كم من كتاب كتبتي I have written لقد كتبت three about the فيروز لقد كتبت ثلاث كتب عن الفراعنة فيروز فيروز هم الفراعنة I have written a book about أجرني لقد كتبت كتابا عن الرحلة I made from كايرو to كامبيتاون عن الرحلة اللي أنا قمت فيها من القاهرة إلى مدينة كامبيتاون نيجي للسؤال الثامن how did you travel by train ولا by car how did you travel by train or by car كيف سفرتي سفرتي بالقطر أم سفرتي بالسيارة in a land rover طبعا هذا اللاندلوفر كلكوا عارفين نوع من مركة الجيب وطبعا سريح وبروح في الصحاري of course بالطبع in all your travels في جميع رحلاتك in all your travels طبعا في عندي هنا سؤال قلنا have you ever been in any dangerous situations هل تعرضتي إلى أي مواقف خطيرة have you ever been in any dangerous situations oh goodness الحمد لله I have often been in danger طول وقتي وأنا في الخطر but in situations like that ولكن في مواقف كالتالية you learn so much about yourself تتعلم الكثير عن نفسي طبعا زي ما انتو شايفين هذه القطعة موجودة في بيج 56 ضمن unit 7 unit 7 موجودة هذه القطعة تاعة عالمة الآثار اللي هي اسمها افريديا هوفمان اللي قلنا عنها عالمة آثار وكذلك كاتبة طيب ننتقل الآن في عنا قطعة مهمة عن طبعا في منزل اسمه اللي هو كان هذا المنزل هو البيت لنفس العائلة منذ عام 1549 يعني من وقت طويل طبعا بقولنا انه هذا البيت كان يرحب بالملوك عندي كوينز والملكات برايم مينسترز رؤساء الوزراء عند بوليتيشينز والسياسيين عند مور ريسينتلي بانز عند فيلم كروز واكتر بعد هيك تقدم في انه اصبح البيت باستقبل الفرق الموسيقية وطواقم الافلام يعني اذا في ناس بمسطو فيلم ممكن يمسطو في هذا البيت وينزل الطاقة متاع الفيلم ويقعد فيه طبعا هنا في عنا صورة هيهم هدولة من اهل البيت ذات ويلث دوق اوف ديفنشاير طبعا الدوق رقم خمسطعش في عائلة ديفنشاير طبعا الدوق هذا طبعا بيرمز الى مرتبة ملكية بيرنيج كفينديج اند هز وايف اماندا هايو هذا الشخص وهي جوستو اماندا هاف ليفد اتشاوس وارث سنس تو تاوزان سكس اللهم عايشين في هذا البيت منذ عام الفين وستة ذا دوق انهيريت هذا ماخد رتبة الدوق طبعا ورث البيت عن ابو ان تو تاوزان فور ابو توفى في عام الفين واربعة وهذا الشخص هو ورث البيت عنه طبعا لحظوا انه هنا في كوتيشن لانه بتكلم هو الان هو اللي بتحدد عائلتي عائلتي عاشت في هذا البيت اكتر من 450 سنة دا استيت العقبار هاس بين باست تاون ورث هذا كفيندش فميلي لعائلة الكفيندش فور 15 جيناريشن حوالي مر على هذا البيت 15 جيل ان دينا وهذا بليجر عندي سعادة ان مسئولية تلوك افطر اتن اعتني في فور نيكس جيناريشن للجيل القادم بيزيترز الزوار اوفن سي هم ووكين ثرو لما بفتحول عامة الشعب هي سيز هو يقول انه مكان ساحر انا محظوظ كتير ان نشاركو مع الزوار يعني عاملينه زي مكان اثري وبيجوا الناس يتفرجوا ع هذا البيت شوفوا اش البيت رائع ما شاء الله يعني طال اش ملوكي فعلا بيت غير شكل شوفوا الحضيق اللي حواليه لوحات فيه لوحات من نوعيات الغالية هي شكل البيت من برة شوفوا الزرع والحضائق اللي حواليه اشي اشي روعة اجمل مكان في انجلترا طبعا يقع هذا البيت على تلال منطقة ديربنشاير in the midlands العديد من الناس في بعض الناس بقولوا انو هادا اجمل بيت في انجلترا تقريبا في حوالي تلاتمائة غرفة حوالي سبعتاشر سلم حوالي ستة عشر حمام and it is set in آآ 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 ثيرتي آآ ثري فاوزان فايف هندرد اكريس حوالي خمسة وثلاتين الف فدان اوف لاند اتنيس فايف هندرد ستاف توران بدو حوالي خمسمائة واحد عشان يقوموا في نظفوه يشطفوه يعزلوه في عنا مجموعة لوحات رائعة بايرا فالهدول طبعا اسامي ناس رسمين مشهورين عالمين فانديك اندرين برانت the whole estate is worth about five hundred مليون يعني تقلفة البيت حوالي خمسمائة مليون it costs approximately five a year توران شاس وارث يعني بدهم حوالي خمسة مليون عشان البيت هذا يقوموا بتنظيفه والعناية به خلال السنة so the house has been open to the paying public since nineteen forty nine يعني البيت هذا اصبح مفتوح لعامة الشعب منذ عام 1949 and in two thousand ten في الالفين وعشرة there was around six hundred thousand visitors ظهروا حوالي six hundred الف زائر there are often out exhibitions طبعا هذا البيت بيصير فيه معارض فنية flower shows عروض للورود horse trails طبعا سباقات للحصن and sometimes concerts احيانا بيصير فيه حفلات موسيقية integrans يعني قصدهم في الحديقة the house also earns money from the family industry film industry البيت برضو بيجمع مال من خلال صناعة الافلام زي ما قلتلكم بيجوا ناس بيمثلوا افلام في هذا البيت طبعا لما يجي مثلوا الافلام في هذا البيت بيدفعوا اجار لاصحاب البيت it is a favorit location انه المكان المفضل for period films it is a favorit location was used by mr. Darcy's house in 2005 film of jane oistone bride and bricidas طبعا بيحكوا انه كانت فيه رواية مشهورة اللي هي رواية اسمها bride and bricidas الكبرياء والعجرفة وكان البطل فيها واحد اسمه Darcy وفي فترة من الفترات تم اللي هو استئجار البيت لتمثيل هذه الرواية المشهورة جدا اللي هي bride and bricidas الكبرياء والعجرفة also stared in the duches here in 2008 في رواية برضه اسمها duches تم تم تمثيلها في عام 2008 بيحكوا انه هذا البيت مناسب لملك most english country houses معظم البيوت were built during the 17th and 18th centuries خلال القرن السابع عشر والتامن عشر باي ذا الاريستوكراطي الطبقة الاريستوكراطية الناس الأغنية الناس الملوك ذا دوك ل likes to explain ذا historical background 2 h سورت بيحكوا انه الدوك اللي شفنا صرته قبل بشوية هايه هون لما بيجوا ناس على البيت هادا بيصير يحكي لهم عن أسرته عن التاريخ عن الخلفية التاريخية لهذا المنزل بيشوفوا هذا البيت الجميل اللي حواليه الحديقة الكل بقول ليش هو كبير بهذا الشكل طبعا بيبرر الدوك انه ليش البيت كبير كتير انه اجداد السابقين بنوا عشان يناسب حياة ملك it was designed to impress لقد صم ملكي يعجب and to persuade reality to visit الناس والأمراء والملوك اللي يجي يزروا عمل جناح يعني كأنه بس بدو يجي البيت هذا الملوك من الكون اللي هو الملك وليام والملكة ماري ولملكة سوء الحظ لكن ما اجوش يزوره هوا على اي حال فيما بعد ادوارد was a frequent visitor في ملك اسمه ادوارد كان زائر متكرر لهذا البيت between 1901 and 1910 من 1901 ل 1910 جورج الخامس and queen ماري والملكة ماري visited in 1913 رجعوا هدول الاشخاص ظهروا البيت في عام 1913 many of the covindish family were politicians معظم العائق الى هذه كانوا سياسيين one وليام covindish was prime minister كان رئيس الوزراء from 1756 to 1757 today اليوم families like the covindish عائلات مثل عائلة covindish no longer have the same political influence للأسف تشئلهم نفوس سياسي زي زمان but their state are still huge لكن لا يزال العقار تبعهم رائع صامد زي ما انتوا شايفين بجد اشي اشي روع الاخ